احتشدت صفوفهم طويلة من الناخبين منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر الصفارة المصرية بالكويت للإدلاع بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بدأ توافد الناخبين على نقاط التجمع العشرين التي أعلنت عنها الصفارة المصرية بالمناطق التي تشهد كثافة سكنية للمصريين بالكويت لاستقلال الحافلات التي وفرتها الصفارة بالتنصيق مع المتطوعين من أبناء الجالية لنقلهم إلى الجزيرة الخضراء بحي الصفارات ومنها إلى مقر الصفارة المصرية